كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا أي عماهم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر الحديث في الصحيحين وأحال الحافظ إلى الصحيح بل هو في صحيحي البخاري ومسلم لكن هنا فيه إشكال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية هذا معلوم ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر ومن المعلوم أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الهجرة تجب ما كان قبلها فما المراد بقوله ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر بمعنى من دخل في الإسلام ولم يكن صادقا في إسلامه وإنما دخل ظاهرا لا ظاهرا وباطنا وقال بهذا بعض أهل العلم ومنهم من قال أي أنه كان يعمل ذنوبا في الجاهلية فاستمر بعملها في الإسلام فهو يؤاخذ بما عمل في الجاهلية وبما عمل في الإسلام لأنه لم يتوب لأنه لم يتوب فإذا القدير من أحسن نعم يعني المرتد والمنافق يعني بمعنى أنه يؤاخذ أما من أسلم إسلاما صحيحا صافيا كما يريده الله فالإسلام يجب ما كان قبله الإسلام يجب ما كان قبله قال وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها خرجه لإمام أحمد عن عمر بن العاص مرفوعا إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها والحديث صحيح مسلم لما أسلم عمر بن العاص رضي الله عنه فمد يده للبيعة ثم لما مد النبي يده قبض عمر يده قال النبي ما لك قال أشترط قال وما تشترط قال أشترط أن يغفر لي ثم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أي أنه يغضي على الذنوب والخطايا طيب هنا من أحسن في الإسلام أي بالإخلاص فيه أو بالدخول فيه ظاهرا بالظاهر والباطن أو بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه والانقياد لأحكامه بقلبه وقالبه أو بثبوته عليه إلى الموت يعني ما يحصل نفاق ولا ردة ولا استمر بعمل المعاصي التي كان يعملها في جاهليته قال رحمه الله تعالى لم يؤاخذ قوله لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية أي في زمن الفترة قبل البعثة من جنايته على نفس أو مال قل للذين كفروا من الإخلاص أو في عقده بترك التوحيد ومات على ذلك لما أسلم عقد أن يترك الإسلام أي أن يرتد نعوذ بالله أو بعد الدخول فيه بالقلب والانقياد ظاهرا أو أو بعد الدخول فيه طيب أو مات على ذلك أو بعد الدخول فيه بالقلب الله أعلم ربما بعدم بعدم الدخول فيه أي في الإسلام بالقلب والانقياد ظاهرا وهو النفاق أخذ بالأول الذي عمله في الجاهلية والآخر الذي عمله في الكفر فالمرد بالإساءة الكفر وهو غاية الإساءة فإذا ارتد ومات مرتدا كان كمن لم يسلم فيعاقب على كل ما تقدم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية وهذا كلام يعني لخصه المناوي رحمه الله من كلام العلماء قال رحمه الله وقوله وإن يعودوا أن يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة قال مجاهد في قوله فقد مضت سنة الأولين أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأولين وقال سدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا والإسلام سيبقى إلى قيام الساعة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وانظروا إلى بعض الأفكار والمذاهب وإن استعمر الكفار بعض بلاد المسلمين فيعود الإسلام أقوى مما كان قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وهذه الأفكار والمذاهب تأخذ لها يعني أياما ثم تزول وتنتهي والواقع يشهد وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة طيب هنا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ذلكم البيت من يحفظه يا من يا من من يقول نعم يا من عدا ثم اعتدا ثم ثم اهتدا ثم رعوى إلى أن قال أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد مضى لكن الآية ما قد سلف نعم ذكر هذه الأبيات كما سيطي في الإتقان أو تنظر الأبيات فهي أبيات جميلة مناسبة لهذه الآية والشاعر اقتبس شعره من القرآن ولا بأس بالاقتباس كمثل هذه المعاني نعم يا من عدا ثم اعتدا ثم 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 ارعوى ثم اقترف الأخير اقترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني على هذا يغفر لهم ما قد سلف والله جل وعلا قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال البخاري حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه عندكم عندي ألا تصنع خطأ عنكم أيضا تصنع لكن ممكن يعني كيف تصنع البخاري قال رحمه الله ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه تصنع لعلها أقرب ويراجع من الأصل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية قال فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان قال ابن عمر أما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه ختنه أي زوج ابنته وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون يعني هي زوجة علي رضي الله عنه في صحيح البخاري ألا تسمع ما ذكر الله إذن هنا ألا تسمع طيب طيب لكن هكذا أتسمع ويعني ممكن كلام الحافظ أن أحيانا الحافظ يذكر في ضاضي رواة الصحيح لكن ألا تسمع هو هذا لكن هذا قتال الفتنة القتال على الملك جمع من الصحابة اعتزل نعم كما هو الحال من ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وأبي سعيد وجم تركوا القتال قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن ابن وبرت حدث قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال كيف ترى في قتال الفتنة فقال وهل تدرم الفتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك نعم وقال الحافظ هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر ابن الخطاب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم قالوا أولم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وكذا روى حماد بن سلم عن علي بن زيد عن أيوب ابن عبد الله قال كنت عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال إن الله يقل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وكذا رواه حماد بن سلم فقال ابن عمر قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة فتنة الكفر ولكنك ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله رواهما ابن مردوي أصل الحديث في الصحيح نعم يعني كما مر معنا في صحيح البخاري طيب قال رحمه الله وقال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيم عن أبيه قال قال ذو البطين يعني أسامة بن زيد لا أقاتل رجلا لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا سعد بن مالك أبو سعد أو سعد بن أبي وقاس قال يقول لا إله إلا الله فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله طواه ابن مردوي نعم هذا مرسل وقال أبو عوانة عن الأعمش يعني لم يسمى الراوي عن أبو عوانة وأيضا يعني أبو عوانة ليس من تلامذة الأعمش طيب هنا في صحيح البخاري أن وبره إذن الذي عنده ابن يصلح كما عندي أن وبره قال رحمه الله تعالى وقال الضحاك عن ابن عباس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحصن وقتادة والربيع ابن أنس والسد ومقاتل ابن حيان وزيد ابن أسلم يعني لا يكون شرك وقال محمد ابن إسحق بلغني عن الزهر عن عروة ابن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن مسلم عن دينه طيب إلهنا بارك الله فيكم